طيب قوليني يا سارة هي نقدر نقول عليها رموز ولا حركات لغة الإشارة لا لغة الإشارة الحروف بنستخدمها بس في الأسماء يعني مثلا أنت اسمك ريهام ريه يه هه ألف ميم دي الحروف بس يعني الإسم لكن لو كلمات لو أنا عايزة أقول أنا بكرة رايح الشغل كلمات بتبقى ليها أشارة الحروف فقط هي اللي بتبقى الأسماء الأشخاص والحركات بتاعة الحروف بتكون على قد الحروف يعني بالضبط يعني حرف الره هو الره وحرف اليه حركة واحدة لحركة واحدة بالضبط كل حرف وليه حركة واحدة طيب هل فعلا فيه زي ما بيقوله أنواع كتيرة مثلا 200 أو 300 نوع من لغة الإشارة لغة الإشارة موجود منها 300 لغة إشارة حول العالم يعني احنا هنا في مصر لغة في السعودية لغة في الصين لغة في الهند لغة لا ما اتفقناش على كده سورة تتعلمي تتعلمي لغة الإشارة العربية آه أوكي طيب السعودية عربي عربي بس أنت هنا في مصر تتعلمي اللي في مصر هنا آه أصدق العمي أنت عايزة آه عايزة تتعلمي بقى لغة الإشارة بقى العالمية يبقى دي حاجة تانية يعني أنا مثلا أنا كسارة أعرف لغة الإشارة العربية هنا في مصر وأعرف كمان لغة الإشارة الخليجية يعني الخليج أقدر أتكلم معي بلغة الإشارة وده معناه أن أنت لازم تكوني بتفهمي خليجي صح؟ لازم أكون أنا متواصلة مع شخص أصلا أصمخ خليجي ما هو اللي يعلمني أنا عشت برة أصلا في الخليج آه عشان كده فتعلمت حتى كمان أعرف لغة الإنجليزية عشان برضو بتواصل بقى على سوشيال ميديا معصوم كتير قوي من الدول المختلفة ودلوقتي بدأت شوية أتعلم اللغة الهندية بس الواحد بيحاولي طب سؤال أنت علشان تتعلمي لغة الإشارة بتاعة اللغات دي لازم تكون عندك اللغة أصلا وانت بتتكلمي؟ لازم في الأساس يبقى معندي اللغة بتاعتي بس هقولك على حاجة لا قصدي اللغة الإنجليزية لو مثلا أنت مشارك لا لا خالص يعني أنا معرفش هندي طبعا ما لازم ازاي هنفهم؟ أنا معرفش أتكلم هندي بتنهينها ازاي وانت مشاركة بعد الكلب؟ أنا ليش دعوة بدأ أنا لي دعوة أن أنا بتكلم مع شخص أصم هندي بيكلم معي في موضوع أنا بفهمك بنعرف نتكلم مع بعض في همزة واصل إنه هو بيحاول معي باللغة بتاعتي واللغة بتاعته ونوصلها ونوصل للنقطة اللي إحنا عايزين نفهمها مع بعض